السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المجتمع الأوروبي والمجتمع الأمريكي عندهم فوبيا وتشاؤم من رقم 13 نذكر لكم حالاتها الحين المجتمع الغربي ما يحبون يرتبطون في رقم 13 لا في رقم منزل ولا رقم شارع ولا حتى مطعم فيه 13 شهر طبعا هو معتقد قديم عند المسيحيين كانوا يحسون أن رقم 13 فيه كثير من المشاكل أذكر لكم بعض الأشياء التي حصلت فيه 13 كانوا يقولون أنه زمان كانوا يجتمعون الساحرات 12 ساحرة بحيث أنه يكون رقم 13 هذا الجني فصاروا يتشأمون من هذا الرقم وكذلك يقولون الأسكندرافيين الأول يعقدون الحبل حق المشنقى 13 عقدة فبدت الناس تصيبهم حالة من رقم 13 وكانوا يقولون أن قابيل قتل أخيه هابيل في يوم 13 وبدت تتوارثون رقم 13 في كل معتقدان فبدوا يتوارثون أن رقم 13 هذا ورقم شؤم وبدت تحصل أحداث في يوم 13 خلاص يربطونها بالشؤم والكراهية لهذا اليوم فكان أشد خوف يجيهم إذا صاد في يوم 13 يوم جمعة يحسون أنه يوم كأيب وشؤم لدرجة أن فيه ناس يصيبوا بمرض نفسي وأكثر ما نشر هذا المعتقد عندهم والخوف تم تمثيل فيلم اسمه جمعة 13 كله رعب وخوف هذا الفيلم الفيلم هذا رسخ في ذهونهم أن يوم 13 إذا صادف جمعة بالذات هذا رعب وخوف واضطرابات نفسية في عام 1970 قرر رواد فضاء أمريكان أن يكسرون هذه العقدة قالوا بنسافر للقمر يوم 13 في ساعة 13 فانتشر هذا الحدث وبدت الناس تتناقله يوم 13 راح يروحون للفضاء هذا الرواد وكلهم جسوا ينتظرون وش بيصير لهم وفعلا راحوا يوم 13 أقلعوا للفضاء وما كملوا نصف المشوار تعطلت عليهم المركبة حقتهم ويرجعوا وزاد التشائم بعدها أيقن المجتمع الأمريكي والمجتمع الغربي أن يوم 13 خلاص هذا يوم شؤم ما فيها كلام في لندن شركة لويدز للتأمين البحري صارت تلغي يوم 13 من كل شهر عن التأمين تقولون هذا يوم ما يشمل التأمين أما في أمريكا فناطحات السحاب والفنادق ما يصاروا يحطون في الأسنسير رقم 13 دور رقم 12 بعدها 14 حتى بعض الفنادق أنا ما أقول لكلها يعني ما فيها رقم 13 لكن الأغلبية حتى بعضهم صار يحط دور رقم 13 مسبح أو أي شيء أما في فرنسا فكان القائد نابليون المعروف كان يوم 13 ما يحارب وكان يصيبها الخوف وتشاء من هذا اليوم أنه ينهزم فيه انتقلت هذه الفوبيا لكثير من الشركات من ضمنها شركة ميكروسوفت عام 2007 أستسوي إصدار رقم 12 فلما جاء عام 2010 وحب أن نزلوا إصدار جديد اللي المفترض يكون رقم 13 أعطوه رقم 14 اطمروا رقم 13 حتى ميكروسوفت صعب حتى شاء الله بس كان هذا موضوعنا اليوم إن شاء الله أنه أعجبكم وإذا أعجبكم أرسله لأخوياكم ألا سعد الفائز أنا أدار أنه ما يعجبه شيء أصلا شكرا